نستهله بأبرز ما جاء فيه من عنوين البداية بجريدة النهار التي عنوانت صفحتها الأولى قوائم بالأسماء والصور لهوليغانز الملاعب قريبا أجور بخمسة ملايين سنتيم للأساتذة المتقاعدين لإنقاذ الباك مدرسة عليا للفلاحين قريبا وإلغاء شرط الحصول على الشهادة الجميعية لفتح مدرسة لتعليم السياق قالت جريدة النهار في صفحتها الأولى منعت الحكومة مرتكبي الشغب في الملاعب والقاعات الرياضية من حضور المقابلات ومؤذرة نواديهم لمدة خمس سنوات كاملة بالإضافة إلى فرض غرامات جزائية يتم تحديدها وفق القانون وقالت النهار سيتم ضبط أسماءهم في بطاقية وطنية خاصة تكون في يد السلطات الأمنية والعدالة وكشف مشروع المرسوم التنفيذي عن عقوبات صارمة أقرتها الحكومة ضد مرتكبي الشغب ومفتعلية المشاكل في الملاعب والمنشآت الرياضية خصصت وزيرة التربية الوضنية نورية بن غبريت أجورا مغرية للأساتذة المتقاعدين الذين سيتكفلون بتعويض الدروس لتلاميذ الأقسام النهائية في الطور الثانوي حيث نقلت جريدة النهار أن مصادر أسرت أن الأجر الذي سيتقضاه الأستاذ الوحيد يقدر بخمسين ألف دينار أي خمس ملايين سنتيم وقالت أن الأساتذة المتقاعدين شرعوا في تقديم الملفات استعدادا لعملية تعويض الدروس قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إنشاء مدرسة عليا للفلاحة تستقبل الفلاحين الكبار والصغار على حد سواء لتعليم مختلف المهنة التي اندفرت تحت إشراف خبراء في القطاع وإطارات من الوزارة إلى جانب مهن أخرى وحيرف تمكنهم من السيطرة وتجاوز مختلف العرقيل التي قد تصادفهم حيث ستكون المدرسة العليا للفلاحة عملية قبل عامين كأقصى تقدير من الآن قررت وزارة النقل إجراء تعديل على المادة خمسين من المرسوم 1210 الخاص بتنظيم وتحديد شروط استغلال مدارس السياقة أين سيتم إلغاء شرط تسيير المدرسة من قبل شخص متحصل على شهادة جميعية كما تم إلغاء كذلك تجديد الاحتمال كل عشر سنوات والعمل بالنظام القديم الذي كان يسمح بصلاحية الاحتماد منذ إصداره إلى تاريخ غير محدد جريدة الخبر قالت عمال القطارات في إضراب مفتوح بداية من يوم الأحد قالت الخبر قرر عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية الدخول في إضراب مفتوح بداية من الأسبوع المقبل وذلك للمطالبة بالترقية المجمدة مذو أكثر من عشرين سنة وأودعت النقابة إشعارا بالإضراب يوم الأحد المقبل على مستوى المركزية النقابية حيث أفاد ممثل العمال زوبير بن لمان أن هذه الحركة تأتي بعد أن قدم المعنيون العديد من المراسلات إلى الشركة والتي رفعوا فيها مطالبة الترقية جريدة المحور قالت الشركة الفرنسية تطال تنفي قيامها بأي عملية استكشاف للغازية الصخري بالجزائر وقالت المحور نفت شركة تطال الفرنسية قيامها بأي عمليات للتنقيب عن الغازية الصخري في الجزائر حيث أكدت الشركة عبر صفحتها في التويتر عن عدم وجود أي علاقة لها بأعمال البحث في عين صالح وضحة في ردها على تصريحات عضو الطيار المدافع عن البيئة في فرنسا جوزي بوفي لا إنتاج لا اكتشاف ولا حتى طلب رخصة للبحث عن الغازية الصخري في الجزائر صوت الأحرار قالت قانون مكافحة العنف ضد المرأة يحدث انشقاقا بين النواب قالت صوت الأحرار أحدث مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في الشق المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة نقاشا حدا وسط نواب المجلس الشعبية الوطنية الذين شرعوا في مناقشته وإثراء مواده ففي الوقت الذي اعتبر فيها البعض العنف ضد المرأة قضية تقه على عاتق الرجل والمرأة على قدم المساواة ذهب البعض الآخر إلى الدعوة إلى تشديد العقوبات ضد المتسببين في مختلف أشكال العنف ضد المرأة جريدة المساء قالت الجزائر قوية وثارية وبعيدة عن الأزمة قالت استبعد الخبير والمستشار الدولي باركس راي أن تكون الجزائر في أزمة بسبب تدني أسعر البترول وستنكر رئيس مكتب الدراسات والمساعدات التقنية والاستشارات خالة التهويل الفضيع الممارس من قبل بعض القوى السياسية حول مستقبل البلاد مؤكدا أن الجزائر في وضع انتباه فقط ووضع إيجابي ومحسوب للجزائر وليس ضدها لأنه يدفعنا لمراجعة بعض حسابتنا وتوجيه استراتيجياتنا نحو قطاعات أخرى غير البترول الذي يتعرض لأزمة إلى الصحف نطقة بالفرنسية لسوار دالجيريق قالت إطلاق القروض الاستهلاكية ليس قريبا لسوار قالت أكد وزير التجارة عمر بن يونس أنه سيتم تنظيم عمليات التصدير والاستيراد والرفع من تنافسية المؤسسات الوطنية عامة كانت أو خاصة مشيرا إلى أن سنة 2015 ستعرف نموا محسوسا للقطاع الخاص وأن الحكومة اتخذت العديد من التدبير للنهوض بالإنتاج الوطني وحمايته بداية بسن مشروع قانون لاستحداث رخصة التصدير والاستيراد المؤقتة جريدة ليبرتي قالت واشنطن مستعدة لمساعدة الجزائر لاستغلال الغازية الصخري قالت ليبرتي قال مساعد الدولة الأمريكية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية شارل ريفن كان أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمساعدة الجزائر في مشروع استغلال الغازي الصخري في حال ما إذا رغبت في ذلك وقال إن أمريكا لن تفرض ضغوطا على الجزائر بخصوصها الغازي الصخري لأن الحكومة الجزائرية تعي جيدا ما تقوم به في الصحف المحلية الوصل قالت مستشفى مازونة يحضر لإطلاق مشروع العلاج المنزلي بغليزان وقالت الوصل من المنتظر أن تنطلق عملية العلاج المنزلي التي باشرتها إدارة مستشفى الشهيد بن حدشي بمازونة بولاية غليزان وهي العملية التي تدخل في إطار تجسيد برنامج الوزارة الوصية لرفع الضغط على مصالح الاستعجالات وهي أول مبادرة من نوعها على المستوى الولائي تتمثل في تجنيد طاقم طبي متخصص لمعاينة وفحص وتقديم العلاج للمرضى بمقر سكناهم قصد تجنيبهم مشقة التنقل إلى المؤسسة الاستشفائية الوحيدة المتواجدة بالمنطقة جريدة الناصر قالت منع بيع مادة المزود في الدلاء والبرميل يثير استياء الفلاحين والقرويين ببرج بوري ريج قالت طالب فلحو المناطق الزراعية ببلدية سيد مبارك وحسناوة في الجهة الشرقية لولاية بورج بوري ريج إنهاء حالة الحضر على بيع مادة المزود في البرميلة والدلاء عبر محطات الوقود المنتشرة بإقليم الولاية وتمكينهم من هذه المادة لاستعمالها في تشغيل محركات ضخ المياه وغيرها من النشاطات الفلاحية والزراعية فضلا عن استعمالها في التدفئة من طرف العائلات القاطنة بالمناطق الريفية والقروية التي تفتقر لشبكة الغاز الطبيعي إلى تصريح اليوم هو الخبير الاقتصادي عبد الملك سرائي قال يجب إعادة الشركات التي تم غلقها لسيما التابعة لقطاع البناء وقال إن قرار الحكومة بمنح خمس ملايير دولار لإعادة فتح وإحياء ابتداء من جونفي 2015 يعد قرارا حكيما سيساهم في تدسيد برنامج الرئيس بودفليقة الرامي لإنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية وبالي القضاء على أزمة السكن سرائي قال إن اللجوء إلى الشركات الأجنبية أدى إلى ارتفاع الموارد المالية التي يتم إخراجها من البلاد من 7 إلى 14 مليار دولار في عشر سنوات فقط إلى أجندة اليوم يجيب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم عن الأسئلة حول مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم للأمر رقم 6656 الموافق لـ 8 جوليا 1966 يستقبل اليوم وزير الأشغال العمومية عبدالقادر قاضي بمقر وزارته نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد البولوني جانوز بيشورسينيسكي وتنظم اليوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا حول موضوع حسابات التخصص الخاص للخزينة وينظم قسم الاتصال بكلية الإعلام والاتصال يومي الرابع والخامس مارس الجاري ملتقى وطني حول المرأة والإعلام في الجزائر بالأجندة نختم معرض الصحافة شكرا